الطريقة الثانية من طرق معالجة المصروفات المقدمة هي إثبات المبلغ المدفوع عند سداده على أنه مصروف حيث أنه في ظل هذه الطريقة فإنه يتم إثبات المبلغ بالكامل على أنه مصروف ثم في نهاية العام يتم تحديد الجزء الذي لا يخص السنة ويعتبر هو المصروف المقدم حيث أنه يخص السنة القادمة ويعتبر في هذه الحالة هو الأصلي نتذكر مثال منشأة عبدالله التي قامت في أول تسعة بسداد مبلغ الإيجار وقدره 72 ألف ريال علما بأن السنة المالية لها تنتهي في 3012 وهذا المبلغ كان يمثل الإيجار السنوي لهذه المنشأة أي أنه يخص 12 شهر منهم أربعة شهور في عام 22 والمنشأة تستخدم طريقة إثبات المبلغ المدفوع على أنه مصروف نلاحظ أن الإيجار الشهري يساوي 72 ألف على 12 شهر يعني يساوي 6000 ريال المنشأة قامت بإثبات المبلغ كاملا على أنه مصروف إلا أن المصروف الذي يخص عام 22 ليس 72 ألف كلها وإنما ما يمثل أربع شهور فقط والشهر تكلفته 6000 ريال أي أن ما يخص عام 22 من مصروف الإيجار هو فقط 24 ألف ريال إذن نحن نحتاج في نهاية العام أن يتم تخفيض مبلغ المصروف من 72 ألف إلى 24 ألف يتم ذلك بأن نخص منه المبلغ المتبقي وقدره 48 ألف ريال والتي تمثل إيجار ثمانية شهور والتي تخص العام القادم وهو عام 1423 وهذه في هذه الحالة تصبح هي المصروف المقدم والذي يعتبر أصل يظهر ضمن الميزانية تحت عنوان الأصول المتدولة بناء على ذلك نرى أنه في أول أو عند السداد المصروف تم تسجيله باسم مصروف الإيجار وطبعا المصروف مدين فظهر مدين بالمبلغ بالكامل اللي هو 72 ألف إلى حساب الصندوق 72 ألف إثبات سداد مصروف الإيجار نقدا يوم واحد تسعة نلاحظ هنا أنه في ظل هذه الطريقة تم إثبات المبلغ بالكامل على أنه مصروف إذن مطلوب منا في نهاية العام أن نخفض هذا المصروف إلى ما يخص السنة فقط ويتم ذلك من خلال طرح أو خصم المبلغ الذي لا يخص السنة وهو الذي سوف يظهر تحت اسم أصل واسمه الإيجار المقدم إذن في نهاية العام ألف قيد التسوية يتم إجراء قيد التسوية لإظهار المصروف المقدم الذي يخص العام القادم وفي نفس الوقت تخفيض المصروف الذي ظهر يوم واحد تسعة بمبلغ 72 ألف معنى ذلك نحن نريد تخفيض المصروف والمصروف مدين ولتخفيضه يجعل دائن إذن المصروف الإيجار جاء دائنا بمبلغ 48 ألف 48 ألف هي نفسها الأصل الجديد الذي اسمه الإيجار المقدم وهو الذي يمثل حق للمنشأة على الغير في نهاية السنة يعني يوم 3012 حيث أنها لم تستفت من هذا المبلغ بعد إذن إثبات مصروف الإيجار المقدم يوم 3012 إذن قيد التسوية قام بتخفيض مصروف الإيجار من 72 ألف تم تخفيضه بـ 48 ليصبح 24 فقط وفي نفس الوقت ظهر أصل جديد وهو الإيجار المقدم بالمبلغ الذي لم يتم الاستفادة منه بعد مرة ثانية هذا القيد ترتب عليه ظهور أصل جديد هو الإيجار المقدم والذي يظهر ضمن الأصول بمبلغ 48 ألف ريال وفي نفس الوقت تم تخفيض مصروف الإيجار حيث أنه سجل في البداية على أنه 72 ألف تم تخفيضه بـ 48 ألف فيصبح رصيده الذي يخص السنة هو مبلغ 24 ألف وهو الذي يظهر ضمن المصروفات في حساب الأرباح والخسائر ثم بعد ذلك في نهاية العام أيضا نقوم بإجراء قيد الإقفال وققاعدة عامة دائما المبلغ الذي يخص السنة هو الذي يقفل في حساب الأرباح والخسائر والإقفال يتم من خلال عكس طبيعة رصيد الحساب ونحن الآن نتكلم عن مصروف والمصروف مدين والإقفال يجعل دائن ويكون الطرف المدين هو حساب الأرباح والخسائر إذن من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مصروف الإيجار 24 ألف إقفال مصروف الإيجار يوم 30-12 في نهاية العام نقوم معاً بتصوير الحسابات في دفتر الأستاذ لدينا حسابين هما مصروف الإيجار وحساب الإيجار المقدم المنشأة قامت في البداية يوم 1-9 عند سداد المبلغ بإثباته بالكامل على أنه مصروف سمية مصروف الإيجار إلى حساب البنك أو إلى حساب النقدي المنشأة قامت بإثبات المبلغ بالكامل 72 ألف على أنه مصروف فقالت من حساب مصروف الإيجار إلى حساب الصندوق ثم في نهاية العام يوم 30-12 وجب تخفيض هذا المصروف لأن المبلغ الذي يخص السنة ليس 72 ألف وإنما فقط 24 وبالتالي كان من الضروري تخفيض 72 ألف بمبلغ قدره 48 ألف ويظهر تحت اسم الإيجار المقدم وهو الذي يمثل الأصل أو الذي يمثل المبلغ الذي لم يتم الاستفادة منه بعد ويظهر هذا المبلغ أيضا في حساب الأصل يوم 30-12 48 ألف إلى حساب مصروف الإيجار إذا قمنا بترصيد حساب مصروف الإيجار الآن نجد أنهم قد تبقى به مبلغ 24 ألف وهي التي تقفل في حساب الأرباح والخسائر باعتبارها المصروف الذي يخص السنة أو يخص عام 22 ولكن وهو الذي سوف يظهر في حساب الأرباح والخسائر أما حساب الإيجار المقدم والأصل سوف يظهر له رصيد قدره 48 ألف هذا الرصيد يظهر في الميزانية ضمن الأصول باعتباره حقا للمنشاء على الغير أو مبلغ ضفعة ولم يتم الاستفادة منه بعد ولعند تصوير الحساب الأرباح والخسائر والميزانية سنجد أنه ضمن المصروفات أيضا وهذا لم يختلف عن الطريقة الأولى سوف يظهر مصروف الإيجار بالمبلغ السنوي وقدره 24 ألف وهذا لم يختلف عن الطريقة الأولى إطلاقا كذلك فإنه في الميزانية سوف يظهر ضمن الأصول المتدولة أصل يسمى الإيجار المقدم وقدره 48 ألف إذن أرباح وخسائر تضمن المبلغ السنوي والميزانية تضمنت المبلغ الذي يمثل الزيادة عن المبلغ السنوي الأثر على حساب الأرباح والخسائر والميزانية لم يختلف بين كلا الطريقتين حيث حمل حساب الأرباح والخسائر بالمبلغ الذي يخص السنة والزيادة ظهرت في الميزانية الذي اختلف هو ما الذي اتبعته المنشأة منذ البداية هل سجلت المبلغ كاملا على أنه أصل ثم يتم تحويل جزء منه إلى مصروف وهو الذي يخص السنة أم أنها قامت بإثباته كاملا على أنه مصروف ومن ثم في نهاية العام واجب تخفيضه بالجزء الذي لا يخص السنة والذي سوف يظهر على أنه أصل إذن الأثر على حساب الأرباح والخسائر والميزانية واحد في الطريقتين إلا أن هناك من يفضل عادة استخدام الطريقة الأولى والتي تقوم بإثبات المبلغ منذ البداية على أنه أصل عموما كلا الطريقتين يؤدي إلى نفس النتيجة